موسيقى أهلا بكم وحلقة جديدة من يحكى أنا أنا ريهام الشيخ وزي ما أنتو عارفين بنتقابل كل يوم ثلاث عشان نتكلم سوى في كل الجديد في عالم السوشال ميديا ترانز فيسبوك وتويتر وإيه كمان اللي حاصل على إنستجرام ويوتيوب ودلوقتي يلا بينا نبدأ حلقتنا بأهم الترانز على السوشال ميديا الإسبوع ده موسيقى الزعيم عاد الإمام قدر أنه يحتل التراند من جديد وده بالتزامن مع عرض مصرحات بادي جارد على أحدى المنصات الإلكترونية بعد 21 سنة من عرضها لأول مرة على خشبة المصرح عدد كبير من محبين الزعيم كانوا فرحانين جدا بالخبر ده خصوصا أنه غايب عن خشبة المصرح من سنين طويلة جدا المصرحية بيشارك في بطولتها رغضة ومحمد أبو داود وسعيد عبدالغني ومن إخراج رامي إمام موسيقى من أهم الترانز الإسبوع ده كان وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر يناهي 90 سنة يوسف شعبان اتوفى يوم الحد بعد صراع مع مرة كورونا واللي أصيب به من أسبوع وتنقل بسببه لإحدى المستشفيات عدد كبير من الفنانين والمشاهير نعوي يوسف شعبان بكلمات مؤثرة خصوصا أن الفنان الكبير أمتعنا على مدار مشواره الفني بأدوار مؤثرة وعمال مهمة منها شخصية طبعا محسن ممتاز في مسلسل رقفة الهجان وعشرات الأعمال اللي هتفضل عايشة في وجدان الجمهور المصري والعربي النجمة الجميلة روبي رجعت تاني لساحة الغناء وتحديدا بالألبوم الجديد روبي بتجهز خلال أيام الجاية لطرح ألبومها اللي اسمه حتة تانية وعشان كده نزلت برومو أو الأغنية منه وهي حتة تانية وتفاعل معاها عدد كبير من الجمهور حتى الفنانين ومنهم رامي صبري والملحن محمد يحيا ألبوم روبي بيضم ستة أغاني وبتتعاون فيه مع عدد كبير من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين بعد سنة واحدة من إعلانه الاعتزال وحص في بعض أغاني من اليوتيوب رجع مغاني الراب مارا وان بابلو بأغنية جديدة اسمها غابة الأغنية تصدرت الترند في عدد كبير من الدول العربية وقدرت أنها تحقق في أيام قليلة جدا ستة مليون مشاهدة المفاجأة أن مارا وان بابلو بظهوره على الساحة تانية قدر يغطي على ترند معارقة مطربي الراب اللي اتكلمنا عنها الإسبوع اللي فات وعلى فكرة أغنية غابة تم تصويرها في أماكن جديدة وغريبة على الكليبات المصورة زي الطريق الدقري والمحور وصحراء ستة أكتوبر في قصة الإسبوع اللي فات أثرت في كل الأراها وهي قصة الإعلامية لينا شاكر واللي كتبت حكايتها مع مرض السرطان بداية من مرض والدتها وأخيرا هي لينا حكت قصتها مع المرض في بوست طويل على الفيسبوك وبسببه اتصدرت الترند الإسبوع ده بعد تعاطف ودعم الجمهور لها طبعا خالص أمنياتنا بالشفاء العاجل للينا والأي حد بيواجه المرض وبإذن الله تخف وترجع تاني أقوى من الأول وتنور الشاشة لسه مصطفى محمد نجم ومنتخب مصر الكورت القدم مكمل تقلقه في الدوري التركي مع فريق جالتا سراي مصطفى كانت رند الإسبوع ده بعد ما قدر أنه يحقق الفوز لفريقه بهدفين سجلهم في آخر مباراة لي من الأخبار المفرحة لمصطفى أن نادي كريستل بالس الإنجليزي بيفكر في ضمه وده اللي أعلنته الصحف الإنجليزية مؤخرا خصوصا أن إدارة النادي الإنجليزي بتتابع تقلق مصطفى في الدوري التركي طبعا الامتحانات بمجرد ما بتدى بتتحول الترند على السوشل ميديا على طول ابتدى يوم السبت اللي فات موسم الامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الجماعات والمدارس المختلفة زي ما انتوا عارفين وزارة التعليم ريحت قلوب الطلاب اللي قدوا الامتحان العربي لسنة أولى سنوي وقررت اعتبار كل الطلاب اللي واجهوا مشاكل في السيسم هما بيمتحنوا نجحين كل تمنياتنا لجميع الطلاب في كل المراحل التعليمية بالنجاح والتوفيق إن شاء الله حفل جواز الجولدن جلوب ما كانش ترند في مصر لكن كان ترند في العالم كله خلال الساعات اللي فاتت لأول مرة في التاريخ اقيم حفل توزيع جواز جولدن جلوب أونلاين بسبب جائحة كورونا الحفل اللي أقيم أول امبارح في الولايات المتحدة كان أغرب نسخة في تاريخ جولدن جلوب من ساعة ما ابتدت سنة 1944 والأول مرة الكل يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي والأول مرة كمان كل النجوم بيلبسوا الفساتين والبدل ويعودوا في بيوتهم والكاميرات تروح لحد عندهم عشان الكل يعد في بس مباشر لفترة طويلة المفجأة أن الحفلة حصل فيه بعض المشاكل التقنية بسبب الانترنت ورغم أن إدارة الجائزة نبهت على كل النجوم أنهم يلبسوا فورميل ويكونوا متواجدين لوحدهم إلا أن ده ما حصلش وعدد كبير من النجوم ظهروا بلبس كاجول وفي منهم اللي طلع على الشاشة وجنبه كمان الكلب بتاعه وده أثار انتقادات كبيرة للحفل وخلى عدد كبير من النقاط يقولوا أن الحفلات دي مهددة تماما في زمن الكورونا وفقدت بريقاء القوي وبكده خلصت فقرة الترانس بس حلقاتنا طبعا لسه مكملة هنروح دلوقتي نشوف الطوف 5 يوتيوب الإسبوع ده ونرجع بعد الفاصل على طول الكلمة كلمة ممكن تحي وكلمة ممكن تأتي الإنسان وبين كلمة وكلمة أصبعت السوشيال ميديا ملعب كبير للكلمات السوداء والبيضاء الفترة اللي فاتت شهدت قصص كتير وحوادث للتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك اللي أصبح أكتر مكان بيمارس فيه الناس التنمر على بعضهم البعض وخصوصا تجاه المشاهير أشهر ضحاية التنمر على السوشيال ميديا كانت الفنانة يسرى لوزي واللي وصل التجاوز في حقها إنها تتعاير بمرض بنتها في موقف غير إنساني من أحد المتابعين كمان الفنانة الكبيرة سوسا بدرة ما سلمتش هي كمان من الأزن المعنوي عبر الفيسبوك بعد هجوم بعض المتابعين لها لمجرد إنها كبيرة في السن لدرجة إن البعض تمنالها الموت حتى أبناء المشاهير برضو نالهم نصيب كبير من التنمر زي نور عمر دياب اللي مع كل صورة بتنشرها على الإنستجرام بتلاقي كم كبير من التنمر والسخرية من شكلها بدون سبب غير إنها بنت مطرب كبير وممثلة مشهورة ومن الأسماء اللي كانت هدف للتنمر الفنانة ما يكسام واللي برغم خفت دمها وحضورها إلا إن ظروف حملها وولدتها ما رحمتهاش من سهام التنمر السامة واللي اتريقت على شكلها رغم إنها كانت زي أي أم في المرحلة دي من حياتها وإذا تكلمنا عن التنمر هنلاقي مراية عكسة لفكرة التعصب برضو وده بيبان بوضوح بين جماهير الكورة اللي اتنمره على لعيبة كتير زي شيكابالا لعب الزمالك اللي تعرض لإهانات كبيرة من بعض الجميع والسوشيل ميديا بسبب لون بشرته وكمان مروان محسن مهاجم الأهلي اللي السخرية منه وصلته إنه يبكي على الهوى بسبب الضغوط اللي اتعرض لها التنمر ظاهرة ما بتعبرش عن أخلاق المجتمع المصري ولا قيمه ولا تقاليده فكروا كويس قبل ما تكتبوا كلمة واعرفوا إن تأثيرها هيكون إزاي وقبل ما تكتب افتكر دايما إن الرحمة من أجمل الصفات اللي ربنا خلقها فيه الكلمة قد ايه ممكن تغير حياتنا للأسوأ أو الأفضل ويمكن كل ما بسمع أبقرى قصيدة الكلمة للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي بقف قدام معنيها أتدري ما معنى الكلمة مفتاح الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة يعني ببساطة الكلمة هي محور حياتنا علاقتنا حتى علاقتنا بربنا بتحكمها الكلمة أيوة الكلمة لأننا من خلال كلمة ممكن نعمل خير ونعمل شر ممكن نجرح إنسان وممكن ندويه برضو بقول ده عشان في عصر السوشيال ميديا بقت الكلمة سلاح في إيد كل واحد فينا بعكس زمان كانت الكلمة في إيد اللي عنده قدرة إنه ينشر كلماته وبالتالي كانت مقتصرة بس على أهل المعرفة والثقافة وأصحاب الرأي الحقيقي دلوقتي أي حد يقدر يكتب بوست على فيسبوك أو تويتا على تويتر يجرح فيها غيره أو يجلده لمجرد إنه يدباه قدام صحابه إنه جامد قوي وبيعرف يقصف جبهات وبالتالي بقى التنمر على خلق الله حاجة عيني عينك فيه ناس بتعاني من الإهانة والتجريح لمجرد إنهما مشاهير مثلا فتلاقي تعليقات سخيفة وجرحة ومش إنسانية على صورهم والبوست بتاعتهم رغم إن نفس المشاهير دول لو بطلوا يتواصلوا مع الجمهور على السوشيال ميديا هيتقال عليهم متكبرين ومنعزلين على العالم الموضوع ما وقفش عند المشاهير بس لا ده حتى الناس العادية ممكن صورة ليك ما فياش أي حاجة تلاقيها تحولت لكوميكس وناس بتعملها شير وبتتريق عليها لمجرد إن شخص فكر دمه خفيف قرر يحولك لمادة للسخرية التنمر على السوشيال ميديا ظاهرة خطيرة إيه أسبابها وإيه علاجها وإزاي نتعامل معاها لو وجهناها وده اللي حنقشه النهاردة مع الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت قام إزاي حضرتك؟ أنا بيك أرهيب إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله طبعا حضرتك سمعت التقديم والموضوع ده يعني بتهيقلي إنه هو مش بس مقتصر عن على الفنانين أو المشاهير هو كل الناس صح؟ أكيد هو للأسف بقى ظاهرة مصدهرة حاجة ترسخت كمان بقت موجودة وأنا مبسوط أن أنت بدأت المقدمة بتاعتك بكلمات الشعر الكبير عبد الرحمن الشرقوي عشان نفتكر قيمة الكلمة وأن دي حاجة طول عمرنا متربيين على أن الكلمة الكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة وكمان على أن الزوء ما خرجش من مصر يعني سواء على مستوى الديني على مستوى الأدبي على مستوى الشعبي إحنا كلنا بنراعي الكلمة وتتربين على أن أنت تفكر قبل ما تتكلم حتى كنا نقولك عد الحد من واحد لعشرة لو أنت بتعصى بالضبط عشان تهدأ وتعرف أنت بتقولين دلوقتي الناس أصلا دخلة متعمدة أن هم يجرحوا بعض بهذه الكلمات دي بقى طبعا في سلبيات كثيرة جدا للسوشيال ميديا أعتقد أن التنمر وعلى مستوى طبعا السياسي الفيك نيوز والإشعاعات دول أكتر سلبيتين وبيزيدوا للأسف يعني بيزيدوا بشكل كبير جدا ودائما الناس ما بتحطش يعني نفسها مكان من يستمع إلى هذه الكلمات يعني واحد حتى أنا أحيانا بتعجب أن أنا ممكن أكون عندي على بروفايل مثلا بقو شيد بفنان أو بمسالسة ممكن يكون عجبني ممكن يكون بجمله بطبطب عليه يعني فلاقي في التعليقات كلها الناس بتهاجم بعنف شديد جدا بنافسي أقولهم حاجة واحدة بس أنتوني مش بتفترضوا أنه أكيد المماثل ده هيقرأ الكلام يعني أنت ممكن يعني تروح تقول لهو على صفحته وتتواجه لكن أنت ليه بتيجي تواجهه عندي أنا أو بتتكلم كأنه مش شايفك ودي برضو من أكتر الحاجات اللي الناس بتتعامل طبعا فيه ناس بيكشوا يتنمروا مباشرة ولكن البعض بيتنمر ولا يدري أن الكلام ده بيوصل وهيجرح يعني اللي بيكتبوا ده على مروان محسن أو على الشيكبالة هو مش عارف أن الشيكبالة ممكن يدخل يقرأ كل الكلام ده وأنه مش بس الشيكبالة أريبه إخوات وأهله كل دول بيقرؤوا وللأسف حتى لو ما أروش بيوصل لهم بتعامل برينتس كرين وبيتبعت لهم إذن إحنا قدام ظاهرة محتاجة مواجهة دينية ثقافية اجتماعية وطبعا قانونية وإن كان دي آخر حاجة لأن القانون مهما عمل عمره ما هيقدر يواجه بالشكل ده ومحتاجين كمان أنه المشاهير دي بقى النقطة اللي هي النقطة الوقائية يحاول يتجنب يعني ده يعني لو أنا في حد بالمشاهير بيستصحني زي أمنع التنمر أقول له حاول ما تنزلش صور أو تعابيرات تعمل نوع من أنواع الجدل أو تسدي فرصة لهؤلاء المتربصين في نقطة تانية هي جادة في التقرير أنا أعطى معلش حضركة هو النقطة دي أنا مش فاهمها يعني أنا دلوقتي مثلا مشهورة وقررت أن أحط صورة لنفسي معلش هو فيه بتبقى ساعات صورة طبيعية جدا وبنلاقي ناس بتدخل بتشتم بالأهل وبتشتم بالأب وبتشتم بالأم وبيجرحوا الإنسان اللي قدامهم سواء بشتيمة لي عليه أو على عائلته أو على أهله فهو مش هقدر يعني أحط البليم على الشخص اللي بيحط الصورة على قد ما أنا هحط البليم على الشخص اللي بيتنمر أو اللي هو بيكتب تعليق سخيفة بس احنا من اتكمن على حالة عادية جدا حد فنان كل فترة بينزل صورة ريئة أو حاجة طبعا ده من حقه لكن أو بيعبر أو بيشكر في صديق لي والصديق ده مش محبوب وحر لكن بتكلم على البعض اللي هو ممكن مثلا فنان ومتعصب كرويا فيروح عامل حاجة كده فطبعا ده بيدي فرصة للآخرين وبيحصل على فكرة يعني أنه الناس ساعات كمان بتخزن للفنان بمعنى أنه بيلاقيه عامل تعليقات أو مواقف مش عجباء ويستنى بقى في انهيار مسلسل لي أو فاشا مسلسل لي ويبدأ يردله ده اللي حاصل حاليا حالة من العداء ما بين الجمهور العادي وما بين النغبة ما بين الفنانين ومشاهير والسياسيين عداء مش للمصلحة حد يعني لا ده مستفيد ولا ده مستفيد هو المستفيدين اللي بيحاولوا يقصروا على قوتنا النعمة ويقصروا على الألفة اللي كانت موجودة بين المجتمع وطبعا ده بيخلي بعد كده لو الفنانين دول دخلوا في أي نوع من أنواع الحملات التوعوية الاستجابة بتبقى أقل فحتى يعين اللي بيعمل حملة دلوقتي بيبقى عنده مشكلة أنه عايز فنان لم يتعرض للتنمر ما عندهش مشاكل على السوشيال ميدي عشان ما يحصلش فيدباك سيء في التعليقات إحنا حياتنا كلها بقت مجودة في التعليقات وبرضه عشان نأكل التنمر لا يحدث فقط من الجمهور العادي ضد المشاهير ونجأ من الجمهور العادي ضد بعضه يعني كنا مبارح منزلين بسط عن أحد الدعاء هو موسيل الجدر للفترة دي فالناس دخلت انتقادته فتلاقي بقى اللي بيحب الشيخ داخل بعنف شديد جدا ضد المعلقين فبتبدأ معركة أخرى داخلية يعني بينهم وهم وبينهم بعض ويبدأوا يقولوا فيها ألفاظ لا تدل على أن دول بيتابعوا أي رجل دين فهو دي برضو من أجرب الحاجات بسط بنخرج من قبل طول الوقت المعارج دي موجودة تفتكر المعارج دي بتكون مخططة أو مترتبة؟ في جزء منها من الجرم أفتكر مخطط وبيتدخل فيه بعض اللجان وبعض طبع عارفين تعريبين اللجان اللي هو الذي يكتب عن قصد بتوجيه يعني بيخش عشان يسخن طريقة معينة عشان يستفيد منها إعلاميا أنا أظن أنه فيه فترة كان فيه ترابس كبير جدا بالفنانين المصريين وده لي خلانا أقول النصيحة بتاعت لما ده يكون حاصل إحنا نهدى شوية يعني ما ندهوش ما ندهوش وبعد كده بنرجع تاني وهيحصل في رمضان يعني أي مسلسل أو أي حاجة طبعا أنا متأكد أنه جاهزين بالتعليقات دي دلوقتي محضرين هنا بقى النقطة لو أنا مواطن عادي والمسلسل ده مش عاجبني ما دخلش بالطريقة دي بالعنف ده كمان لأن أنا بقى بقدم أهداف الحملة الممنهجة التانية فطبعا اختلط كل شي على السوشيال ميديا يعني متبقاش عارفة إيه الصح وإيه الغلط ففي الآخر الرابح هو اللي بيبقى صامت أكتر يعني أنت بتقولي لي آه أن الفنان ما ينشرش حاجات كتيرة وكده بس أنت بسا ما بتلاقيش حملات كتيرة للتنمر على حلمي أحمد حلمي أو مونة زاكي ليه؟ علشان هم مش متواجدين كتير بتفرق يعني برضو فكرة ساعات برضو بعض الفنانين يعني أو بعض الفنان اللي تحاول لإنفلوينسر طول الوقت عمال بقى يفتح هدايا جياله يستعرض نفسه هو ده حلو فستين حاجات كده أي حاجة بتزيد عن حدها بتقلل بتضدها فإحنا برضو إحنا بنلوم الجمهور وبنقول للجمهور أنت بتعمله ده بدون فايدة وبيكسبك حتى على مستوى الديني سيئات وده ده مش دوري طبعا أنا راجل محلل لكن بيكسبك أنت عصبية وبيخيرك طول الوقت وإنت لو شفت الفنان ده في الشارع هتروح تتصور معاه أصلا فنان عادل إمام بسا على سبيل المثال عرضت لقوا مسرحية قريب مستوها مش جيد ما يبقاش بقى أنا أعتقد أن أي حد بيأخذ المسرحية ويتكلم عن طريق عادل إمام كله هو تنمر بفنان عظيم بس طلعت نهاردة معنا في الترند يعني هي كالترند على السوشيال ميدي هي ترند أه بس ترند سلبي ترند سلبي أن الناس بتعلق بتعلق إيه قولي أن المسرحية وحشة لكن ما تقولش أصلا ده العادي بتاعدي الإمام مين قال كده أصلا ده كذا وتلاقيه بتحس نوع من أنواع تصفية الحسابات وبتحس أن في بعض الناس بيحس أنه يتواجد في هذه الحملات من أجل أنه يجذب الانتباه لأنه هو الفيسبوك للأسف خلى كل بني آدم بحس أنه بروفايله ما هو الفنان عنده بروفايل زي بروفايل نفس الشبه فأنا ليه ما بقاش عندي فورورز أنا كمان ليه ما بقاش أنا كمان كده طبعا ده لما أسأل دايما على أسباب انتشار الإشاعات أو انتشار التنوع على السوشيال ميدي هو أن أعكاس لحالات الفراغ وعدم قدرتنا إحنا على أن إحنا نبقى متواجدين لأوقات أقل على السوشيال ميدي فأنا بشوف الحفل على ميني النهاردة طب ممكن يكون كمان غضب أنا ساعة يعني أنا مش درسة الكلام ده ومش دكتورة نفسية عرف ليه ممكن حد يكتب حاجة بالسخافة دي أو جرحة للشخص اللي قدامه كده بس يعني ساعة بقى بستيكر أنه ممكن يكون كمان أنه عنده وقت فاضي كتير وعنده غضب أنا مش متخيلة أنه ممكن أكتب لحد حاجة بالقص ودي من غير أي سبب وانا مش إنسانا غضبانا مهويا دي ضفة مهمة بس هو بيبقى غضب غير مباشر يعني هو بيبقى غضبان من ظروف معينة عنده مشكلة في أسرته وعنده مشكلة في شغله فبيحس أن الناس دي عايش حياة مرفهة تمام وده اللي بيخلي مثلا موضوع الشماتة مثلا بعد المون دي عمرها ما كانت من أخلاقنا بزرط نحن كل مع كل حد بيتوفى عليه الجدال نعمل معركة جديدة على موضوع نترحم ولا لأ حتى لو فرضنا أنت مش عايز تترحم لقيت واحد بيترحم أنت ليه بتنتقد ليه بيترحم بزرط كل واحد حرر إذن إحنا عندنا الناس بتحول تأكس كل مشاكلها وكل حاجاتها على السوشيال ميديا بس هو بيحاول دايما يعني عارفة لو بيبقى متضايق من حد فيرمي عليه طوبة عشان هو ركب عربية وإنت وقف الشارع فبقى أنت متضايق هو نفس القصة هي ناس بتحد في بعض بالطوب على السوشيال ميديا ولكنهم يظنون أن الطوب ده ما بيعوارش وأعتاق أنه يعني بيعامل نعم عن نصطرات المزيفة لأننا مثلا ولا فنان من الذين اتعراضوا للتنمر بطل تمثيل مثلا بالزبط يعني ما كله بيكمل بالعكس بعض الفنانين التنمر عليهم على السوشيال ميديا جبلهم شجل بالزبط وخصوصا التنمر عندنا مثلا نوع من نوع من نوعية التنمر عارفة نسميه ايه التنمر بأسر راجعي أنت بتتنمر على مسلسلات اتعرضت في التسعينات ماشي طبعا كان فيه حاجات جريبة في هذه المسلسلات ولم يكن السوشيال ميديا موجودة فما كانش بيتم نقضها بهذه الفتفة يعني من فتفة الموضوعات يعني يحصل تفتيت للموضوعات لكن مش معناه أن احنا نحول ده بقى لكوميكس وطول الوقت الفنان يبقى شايف صورته على أي تعليق البعض استفاد منها البعض بيضايق منها لكن دايما بتبقى مؤقتة لكن اللي بيحصل هو دايما كل شوية بنطلع من حاجة لحاجة وفيه حاجات ليه متوقع بس أنا كنت عايز أقول رأيي برضو ليه علاقة بالتقرير أنا كنت أظن أن الفنانة يسرى للوزي لو ما كانتش ردت على التعليق كان يبقى أفضل ازاي بقى؟ خليه قولي اللي يقوله لو أنا كل كلب أركمتها وحجرا أصبح مقياس الحجر بدينار ده بيت شاعر قديم جدا الكلاب تعويك هو الكافلة تسير فلو إحنا هنقعد نرد على كل واحد ده بيخليه يكتب أكتب بس مش ممكن يكون هي عملت وعي بطريقة إن هي طبعا ردت رد مهزم وخلت الناس تفهم إن الطريقة زيها جماعة مصحة ومحادش يتكلم بالإسقل ده ده نتيجة إيجابية ممكن تحصل مرة واثنين وثلاثة لكن لو إحنا هنقررها كل شوية لو كل واحد يخش يدايق ساوسا بقدر هترده عليه هيخش غير ويرد عليه أنا رأيي إن البلوك أو التجاهل كمان أحسن حاجة يعني ده مش معنى إحنا ما نردش بس أنا أرد لو فيه توديحة أي لو فيه حاجة زي كده طبعا القصيدة مفيش جدال عليها يعني حاجة فضيعة بس السؤال هو ليه دلوقتي مفيش فنانين بيعملوا النوع ده من القصايد مثلا ويحاولوا إنهم يعلموا الناس ويدوهم يعملوا لهم وعي ويخلوهم يركزوا فيه يعني حملات تقدر تساعد الناس وتعلمهم من الأول إزاي نتعامل يا جماعة السوشيال ميديا إزاي نتكلم مع بعض هو طبعا المحتوى الترند أو المحتوى الحديث هو اللي بيفرض نفسه ولكن لما بنلاقي حاجات قديمة زي دي الناس بتستدعيها ده دلالة على حاجة الناس ليها أنت أنا بتطرحي كمان فكرة أو ممكن تبقى بداية لمبادرة إنه جلي الحالي من الفنانين يجرب نفسه في هذا النوع من الأمور ويتم بدعمها ما هو برضو ممكن الفنان يعمل القصيدة دي بس ما تعملش مشاهدة نتيجة إنه الفيسبوك عنده خرازميات معينة بتخلي المشاهدة بتروح أكتر حاجات السلبية ودي حاجة بقت يعني متفق عليها لأنه يهمه المشاهدات إذن إحنا محتاجين فعلا إن الفنانين هم بيواجهوا التنمر يحاولوا كمان يحطوا مجمون مختلف على السوشيال ميديا للجمهور بتاع السوشيال ميديا لأنه وجهة نظر برضو بعض الناس في الفنانين يعني ساعات ببعا عندهم السلبية ببعا عندهم حق فيها نتيجة سلوكيات ما هو برضو إحنا عندنا مبدأ السيئة عم لما حصل خناعة بين إحدى الفنانات وإحدى الفنانين وتراشقوا على السوشيال ميديا قبل ما يتم استطلح بينهم بحضورنا قبل ممثلين البعض بيسحب ده على فتخيال إن هذا الفنان لمدة خمس سنين قدام أي موقف هيعمله الناس هتفكروا بالخناعة دي بالضبط كان من الممكن تجنب ده يعني فكرة إن فنان وهو من النخبة يلجأ إلى السوشيال ميديا للشكوى دي حاجة لازم تتوقف لأن الناس بتروح معاها لو جي الفنان ده بعد كده قدم حاجة فيها مصداقية أو فيها مضمون جيد الناس بتقارن على طول فإحنا برضو ما نحملش الناس كل حاجة لازم إحنا كمان بقى فيه مسئولية مسئولية بتاعت الفنان فين بعض الفنانين المهمين جدا أنا بزعى لما يقول أنا ما عنديش حسابات على السوشيال ميديا مجد الكدواني أو حتى كريم عبدالعزيز عنده صفحة يعني فيه كذا فنان مهم ومحبوب كاره السوشيال ميديا وهو عنده حق طبعا هو فعلا يعني لكن عمليا ما بقاش ده ممكن تخيالي بقى لو الفنان ده بيتواجد ويتجندب موضوع التعليقات السلبية ده أنا رأيي أنه ما يبصرهاش أصلا كويس ويبدأ يحط مضمون مختلف وفعلا زي ما أنت قلت بقى فيه مبادرات ليه الكلمة الكويس تاني حاجة فكرة دعم يعني دايما يعني يعني أن إحنا بنرد على التعليق السيء ومنقولش شكرا اللي بيكتب تعليقات كويسة واللي بيكتب تعليقات كويسة بيبقوا أكتر صح بس إحنا ما يقول لهمش شكرا ما بيحصلش نوع من التكريم ما بيحصلش أن الفنان يطلع يشكرهم شكرا لما يكون عمل عمل كويس شكرا لكل اللي بيحبوني والكلام ده فهنا محتاجين من الطرفين المشاهير طبعا ما يكوني مش على فنان بس يعني رعبة الكرة بأن هم جم في التقرير عصبيتهم مع بعض أحيانا في الملعب تنعكس على المهور تنعكس على المهور صح إنه هم يعني مثلا يحط هو نفسه حاجة تتاري على النادي المضاد رعبة الكرة بيس لزيت ما حريص جدا وهنا ده بيودينا أن أصلا يوفضل لمعظم المشاهير حساباتهم تضار من خلال شركات ومحترفين لأنه لو هنكتشف إن معظم أذبات اللعيبة إن إحنا بنلاقي مثلا في بطولة معينة تلاقي الجمهور عمالي رائب إنه هو مثلا بيعمل سيل ستوري تاني إنه هو أونلاين على طول إنه هو بينزل المتح اللي بينزل فيه في المتح هذه الأمور جديدة علينا وتحسنها جرافتنا كلنا إحنا يعني إنت لعيبك وراء خلصت الملعب بتحط صورة وبتقول شكرا وده بلاقيه مثلا مع اللعيبة اللي جيب من برا مصر يعني معظمهم يعاملوا كتقول شكرا مرسيل كذا عملنا جون حلو النهاردة عملنا ماتش حلو لكن طول الوقت اللعيب موجود على السوشيال ميديا وحتى في بطوات الدولية تلاقيه موجود دي طبعا بتعمل مشاكل كبيرة جدا وبالسهل في التشكيك فيهم يعني طيب حضارك تفتكر إن الفنانين نفسهم أول مشاهير عمتا عندهم مش عايزة أقول كلمة جهل بس مش عارفين يتعاملوا قوي مع السوشيال ميديا لحد دلوقتي إحنا كلنا على خطأ واحدة وإحنا دخلنا كلنا السوشيال ميديا من 2010 و2011 وإحنا مش عارفين نتعامل معها إزاي وهو معلش هو ليه الإشاعات مستمر علشان إحنا بعرضه مش عارفين نوقفها لنتيجة إن إحنا لسه بنستهلك بنفس الطريقة فنفس الكلام الفنان زيه زي أي حد وفي فنانين كتيرة لما دخلوا عملوا يعني مشكلات ونزلوا حاجات يطلع ليف ميجير ما يكن باله يحط صورة المفروض ما يحطهاش ويرجع يعتذر عنها لأنه لسه مش عارف حارف يتعامل لسه مع التكنولوجي دي نفسه وممكن يكون هو بس أول كذا حاجة نزلها كإيجابية فالناس باركلوا ما يعرفش إن فيه ناس قاعدة تاني متربصين مستنين أي حاجة سلبية تطلع منه برضو البرندات ومدريت تسويق يعني استغلوا ده بشكل سلبي إنه هو هنبعت لك السلعة دي وتاخد مبلك معين أو حاجة فبعض الجمهور بيحس إنه هو بيخش على حساب الفنان عشان هو مجرد إنه هو بيبيع له حاجات وإعلامين كتير وقت طبعا في الموضوع ده بس على فكرة الموضوع ده أنا ما بشو يعني رأيي شخصي أنا ما بشوهوش إنه هو حاجة ناجتف لأن أنت يعني غزبا أنا مثلا ساعات لما بيكون مثلا بتابع حد وحد مشهور أو فنان أو يعني لعيب كورة أو يعني أي حد ساعات بيحطوا فعلا منتجات الحاجات وبحس إنه هي بيساعدني أنا أو لإبني أو يعني بحس إنه أنا بستفيد يعني أنت ممكن تلاقي حد من طبقة تانية أو من فكرة تانية شايف إنه ده في تكسيف والتكسيف أو مشكلة دي دايما تبقى في التكسيف وإنه بعدين ده بيدي انطباع على إن الحياة المشاهير وردية بيعمل إنهم أنا وقال حقد الاجتماع أو بيحس بأكد أن الفنان لما يتعرض لحاجة بيعني ما بقاش فيه طعط وعايز أدي مثال هنا مهمة جدا إنه إحنا من الأول كورونا كلنا نزلنا كل ناس على السوش باية يطلع كلتزم وكذا لما يطلع بعدها بشوية الفنان يطلع متصور في حاجة ومش ملتزمة هو قدوة قصبا عنه قدوة فصعب جدا إنه فعلا تحبسيه ولكن بيبقى عقوبته عقوبته أكتر إنه إحنا فجأة حفلة ويبقى في حفلة مثلا للاحتفال إنه فنانا خفت من كورونا ما ينفعش يا جماعة هم طبعا مش قادرين يعني زي أي حد مش قادرين بس إنت ما ينفعش كمان تلومي الناس على إنهما بيعدبوهم على ده يعني الخلاف ده لازم يخلص ولازم يحصل فجأة كده إنه إحنا نقض فترة نتجنب أي نوع من التنمر مع طبعا الحملات مع دور القانون بس هو دور القانون مشكلته حاجة واحدة بس إنه ما بتقدرش تثبيته 100% آه 100% إلا هو قفل الأكاونت قبل ما انت توصله أو قبل ما تعمله برينت سكرين أو أشياء من هذا القبيل وعايز أقول حاجة برضو سلبية حصلت فترة فاتت إن فيه ممثل وفيه مزيع اضطروا يعني تزروا لمعلق إزاي يعني المعلقة كانوا اتنين ستات علقوا تعليق سلبي ما عجبوهمش بس كانش فيه سب وكسف فترد عليهم بتعليقات عنيفة شوية وحصل صرحه ده معلن بيحضور محامين لأنه هنا بقى كدبالك القضية أسهل إنك متابع يرفع ضد مشهول ليه بروفايله وليه حاجاته أسهل بكتير من إنه إنه المشهول هو اللي يرفع القضية ضد حدا فيه اتنين اضطروا للاعتزار علشان ما ينفعش يبقوا في قضية زي دي إحنا هنا بقى بنلاقي إن ساعات بقى الناس نفسها بينتصروا لبعضهم البعض ويفضلوا يتربصوا بالفنان وتلاقي فنان ده اضطر فترة كده لإسكت قعد هادي لأنه بعد كذا أزمة بيطلع إنه إيه يقعد هادي وبعدين في فكرة إنه واسا فنان يتورط في حدث صغيرة أو حاجة فيطلع ينفي وبعدين يطلع إنه في فيديو بيزبط ده كله بيفقد الفنان المصدقية طبعا وبيشجع مش الجمهور العادي جمهور العادي ممكن ينسى بسرعة بس بيشجع الموت أربص إنه يدي الصورة بتاعت إن الفنان المصري وده مش صحيح إحنا عندنا ألف الفنان المصري فإن كان فيه خمسة أو عشر أو عشرين عندوهم مشاكل إحنا وإحنا بنكلم دوما تكيبنا سيد كناب عبد عزيز ومجرد كدواني وإحمد حلمي ومونة زكي ويوصل اللوزي ومينكساب كل دول فنانين لم يتورطوا في أي حاجة ولا لكن للأسف هي طبعا خمسة أو ستة عملوا مشاكل بيعملوا نوع من أنواع التراكمية ويتعامل بيهم كأنهم هم دول النموذج السائد طيب حضرك تفتكر بمناسبة الفنانين اللي احنا بنتكلم عليهم تفتكر كريمة عبد العزيز وأحمد ميكي ممكن في رمضان يحصل عليهم حاملة لا يا الحامدة طبعا بتجهزة من دلوقتي ابتدت أراد وأعتقد أن هم نفسهم أهلين نفسيا اللي كده هم بيعملوا عمل مهم والعمل ده وطبعا شوفنا اللي حصل قبل كده طبعا مع الاختيار واحد بيعملوا عمل مهم وعمل أكيد هيبقى مؤثر وأكيد هيبقى جماهيري وفي الآخر الحاملة بتسقط وبيستمر المسلسل يعني ما هو في الآخر رمضان خلص وفضل الاختيار واحد موجود وبتعادل حد دلوقتي ويفضل موجود هنا بقى النقطة أنه الناس لازم تكتبالها من ده لازم يكون فيه دعم عكسي وإشادة فيه نقطة أنا بأكدينة بأكد عليها تاني قلتها على الفنين من شوية لقيت واحد داخل بيعلق تعليق سلبي كل ما بدخل معاه في الحناء كل ما تعليقه بيبان على الطايم لاي متاع الفيسبوك فأنت عايز نتجاهله نتجاهله أو نرد رد واحد يا جماعة ما يبقاش واحد معلق وفيه 45 رد عليه أنتوا بتجيبوا وقت بتتكلم على الناس الطبيعية اللي مثلا بتتبع حساب حد معين مش صاحب الحساب نفسه مش صاحب الحساب نفسه كمان يعني أنا برضو أنا هي بأتكلم حكتين أنا قلت صاحب الحساب ما تردش عشان ده الرد بيعمل يعني بس الحتة دي برضو يعني بتبقى صعب صعبة يعني لو حد مثلا قالي حاجة وحشة على ابني ماشي دي سنة هتكلم بأدب بكل حاجة أنا أستاذني أسرى اللوزي أنا بتكلم على فيه فنانين زي أحمد فلاوكس وأحمد فاهمي مشاكلهم كترت لما بدوا يردوا عن الناس أحمد فاهمي كان بيرد على الناس بيكلموا هنز زياد على حسابها يا هسي دي هي ترد عن نفسها افصل الحكاية دي وعشان كده لما المسلسل بتاعه مستوى كان أقل من المتوقع مشكلة 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 مسلسل كان فيه كذا مسلسل مستوى عادي لأ هم ردوا ردوا له الموضوع عارفة تحس إن الناس قاعدة متربصة أنك تقع كويس لكن هو أحمد فاهمي هتحاسبه على مسلسل الرجل عامل أكتب من مسلسل وأكتب من فيلم ناجح ويعطبا من أهم من جوم الكوميديا في آخر عشر سنين لكن هو تحاسبها مشكلة على مسلسل ولا بيحاسب عادة الإمام على بودي جارد على فكرة هو بيستغل وقعة معينة ويبدأ إياه على حدث قزيمة على مستوى الجمهور لسه كنت قلت لك المثل بتاع أحد الشيوخ فبيعود يعلقه على بعض لك إن دوقتي سلسل اختيار اتنين نازل مشهد مهم من أحمد ميكي فداخل الواحد بيهدده بيقوله أي حاجة هتخش إنت ترد عليه كل حد تاني هيتطر يقرأ ده لأنه هو الفيسبوك إنت اللي نصرته بردك كتير على موضوع الفيسبوك بطبيعته ما هو الناس مش فاهم خرزبيات الفيسبوك الفيسبوك بطبيعته بيخلي من بره أكتر تعليق عليه جدل هو اللي يبان من بره فبيجيب ناس أكتر فتلاقي التعليق عليه ألفين لايك وعليه خمسين ستين مئة تعليق عليه ده بيعمل نوع كأن ده من ستريم وانت اكتشف في الآخر نوم كلهم تلات أربع خمس عشر تلف عشرين ألف لكن في ملايين تانيين بيتفرجوا عشان كده فيهم سلسلات كتيرة بتبقى نجحة بس محدش حاسد بيها عشان مش موجودة على الفيسبوك الناس ما بتتكلمش عنها على الفيسبوك طبعا ده الفيسبوك مهم وكل حاجة الفكرة بس في حتة الإدارة كلامنا لسه مخلص بس خلونا نروح فاصل وزي ما عودناكم كل أسبوع هنشوف آخر أخبار الباكس أفسس ونرجع نكمل كلامنا على ورجعنا تاني ولسه مكملين كلامنا عن التنمر وخطورة الكلمة وبرحب من تاني بضيفي الكاتب صحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم أهلا بك تاني طيب إحنا كنا في الفاصل تكلمنا مع بعض شوية وقلنا إن في حاجات ساعات بتحصل من الناس إن هما بيبتدوا يحقدوا على الشخص اللي بيحط حاجات معينة على السوشيال ميديا بتاعته سواء إنستجرام أو فيسبوك ممكن نعيد الحتة دي تاني معلش يعني الناس ساعات ما بتاخدش في بالها إن اللي بتعوده ده نوع من أنواع التنمر لأن المسترح نفسه كنت بالك ما كانش موجود من 3-4 سنين يعني وإحنا ربينا يعني غلط على بعض الحاجات في الدراما وفي المدرسة على إنه استخرية من الوزن وتقيل أو قصير أو كده لونه مختلف حجمه مختلف واصل مختلف الزرق ده ما كناش بنعف إنه عيب أصلا كانوا من أنواع الترياس سخيفة لكن ما كانش واصل إنه جريمة وشعف إنه بيأثر في نفسية الناس فالموضوع بيحتاج لسه شوية موجود ولكن في مجموعات فعلا بتحاول تفرق طاقتها السلبية ومشاكلها الأسرية والاجتماعية والمادية على المشاهير لأنه ما كانش يتصور إنه هو يقدر يكلم المشهور يعني واجهة الواجهة وده برضو بيرجعنا الحتة إنه لازم يفضل إن المتابع ما ياخدش باله إن ده إن ده الفنان يعني اللي بيرد عليه وحتى كنا نقشنا الموضوع ده كان فيه مقال كتب عمر طاهر إنه تخيلوا لو كان مقالات أحمد باقي الدين زماني اللي فيها اختلافات وطاهة حسين وكده كان الناس بتعلق تحتها عاكيد كان يقول عليهم إنه هم جهلاء وإنه هم مقالفين لحاجات كتيرة وأراء كتيرة يعني قريبك تفتكر إن النوع اللي هو الردود أو التنمر من الجمهور على حد مشهور أو على صورة حتى إنسان عادي ده كان موجود بس تحنا ما كناش بنشوفه لأنه ما كانش فيه وسيلة بس كان بنقوله ممكن مثلا نقوله بنا من بعض لكن هو دلوقتي بقى علني وبقى متاح إنه يتقال في ثانية بس كان موجود؟ كان موجود طبعا طول الوقت ده كان موجود الإشعاعات طول أمرها موجودة بالحد يدي؟ لا كان فيه نوع من أنواع اختيار الألفاظ كان فيه نوع اختيار الكلام اللي يجرح إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل طبعا إنه الناس بقت بتقلد بعضها ليايب طبعا يعني القيم معينة نتيجة دور المدرسة أو دور الأسرة أنت بتديني الموبايل وانا عندي 13-14 سنة فبلاقي واحد بيقول على واحد أنا قصفت جابهة زميلي أنا طبعا أنا واحد زيه ما عرفش تعبير قصف جابها ده أصله إيه فجأة بقى موجود فهو كمان عايز يقصف المفروض أو عايز يقصف جابهة واحد تاني زيه فبقينا بنعمل ده أنت كنت عرضة في الإنترو مثلا من حاجات اللي هي في التوبتين في اليوتيوب تحدي الأكل في أسرة حاجات دي كنتش موجودة قبل كده أنا أصلا أشوف بيت من جوه والناس بتاكل ويعني إيه أننا بنتحدى بعض يعني إيه نعمل في بعض مقلب أعمل مقلب في بنتي أعمل لها حاجة على وشي وأعمل فيها مقلب وصورها عشان أحطها على اليوتيوب هذه المتغيرات ما كانتش موجودة ففي ناس استفادت منها أنها بقت بتعمل منتج وفي ناس مش قادرة تعمل ده فبتحاول تعود ده منها في التعليقات وعلى فاكرة حتى الانفلونسرز وجوده دورده بيتعرضوا لتنمر كتير جدا وتشكيل بلوجرز ولايف كوتش أي حد مصهول لكن لو إحنا قلنا إن دول جداد لكن أنت فنان كبير وفنان أنت عارفه من 10 و15 سنة وكنت تتمنى تتصور معاه أو يا سيدي ما بتحبوش ومش عايز تتصور معاه لكن لقيت حسابه على الفيسبوك أنت فقد أنك بتتابعه لو أنت فعلا بتحبه بتتابعه عشان تقوله كلمة طيبة أو أنت تشوف آخر أعماله إيه لكن مش إن أنت كمان تتجرحه وإن أنت تتريق عليه إنه هو بيقول كلام مش عجبك أو حاجة دي إحنا على فرض الفنان مش غلطة ممكن يبقى فنفسه غلطة كيف يعني ناس كد فنانة بتعني مخرج شهير دور حين تدخل تقوله على قبلك يعني جبته الأسوى دي منين يعني يعني الأسوى دي جات منين أنت هتستفيد إيه يعني يعني ما تقول حاجة زي كده كويس الأعمار بيدي لا أنت ممكن نفسه لكاتب التعليق ده كمان كم يوم يحصل لهو نفسه حاجة فافتقاد للقيم وافتقاد يعني إحنا بدأنا بأن الكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة لقى الشجر الطيبة مين فينا مكنناش الآيات دي وهذه الحكم في المدرسة أعتقد أن فيه أجيال ما خدتش ده ما فكرتش في ده أو لا تتعامل مع ده إنه هو جريم يعني يمكن نديك إنه سهل بكتب كلمتين على الكيبورد وبادوس انتر وممكن بعد كده أنسى أو على الموبايل أنت أعاد في البيت يعني هو أكيد خد بالك ممكن كتب ده ساوسا بادر أو يوسا لوزي ما كانش متصور للرد الفعل ما كانش عارف إنه هيتعلق هيتعلق عليه إحنا محتاجين كمان الجهات الاجتماعية المركز البحوث الاجتماعية يدرس النقطة من التعليقات مين بيبقى يعني بورائي أنا نفسي كمان يعملوا يوصلوا لهم يتكلموا معهم يعملوا معهم استمارة السبيان هل ده غير فيك الرد فيك تعالفنان هل حد من قريبك قالك أنت ليه بتعمل كده ده كله حاجات محتاجين هنا فعلا تتحط عشان نقدر نواجه الظاهرة بشكل جديد مضبوط طيب إحنا نروح نشوف التقرير في الشارع الناس قالوا إيه على ظاهرة التنمر ونرجع لحضرتك على طول أسوت عليه إن أنا كتبته اللي هو أنا ما بكتبش اللي هو لو البوست مسلا عجبنا أو حاجة أنا بسا بعمل كومنت جميل لكن أنا مثلا اللي هو مسلا نوحش أو حاجة فإن أنا مايش فيه خلاص لا مافتكرش لأن كل التعليق بتبقى ساسجا فأنا ما ببردش أصلا تعجبنيش ساعات فيه الناس بتخش بتكتب حاجات عن الدين غلط وكده فأنا بيبقى وجه يتنظر حاجة زي كده فبنخش المسلا بنشد مع بعض وكده واللي هو بيبقى كل واحد بيبقى لي وجه يتنظر عن التاني فساعات بنكتب تعليقات سهيئة من وجه يتنظر التاني بسبب الكرة تمام لأن المساكين السوشال ميدا كترتهم بيبقى الزغارة فكلامهم بينرفزوا كده أسوأ تعليق أنا كتبته كان حد طلق بالفيديو تمام بيقول فيه ألفاز سوقية كده يعني هو ما كانتش عنده أخلاق أصلا والفيديو كان فيه حاجات ما مينفعش تتعرض فأنا كتبت أنه مش متربه وأنه لو متربه مش ينفعي أعمل حاجة زي كده وأنه دي تعتبر أخته وما يرضاهش على أخته والكلام من ده الحاجة اللي مش ظهرة وهي أصلا حاجة سيئة المفروض تستخبه ما تبانج لا هو يبينها بقى وانت بقى يهي تنتشر بقى تبقى تريند وكده فدي حاجة مستفزة جدة في الوقتها بتاني أسوأ من وضع عملته أن أنا شتمت حدي في الفيسبوك لأنه استفزني جامد وغض علي وشتمت وعملت له بلوك شلته من حياته تيك توك بعلق ليه التعليقات الولاد والشباب بيقدموا محتوى غير هادف محتوى مش محترم وأنا برضو بعلق اليوم ما يوقف الحاجات دي بوزو الأطفال والكبار برضو فرجوا على الفيديوهات دي أنا لو عملت كومنت وحش على الأكاونت بروح من ده خلو برايفت وارد عليه أو لا عشان أنا ده عملتها بابليك فاروح برضو وارد عليه على الأكاونت يعني كل يشوف مش برايفت لا عشان زي ما عملت الغلط أرد هالو يعني بنفس الطريقة يعني طبعا زي ما احنا شوفنا في التقرير هو دخناء هو قرر أن اللي كتب ده تعليق وحش فهو قرر أنه يدخل ويرد عليه بتعليق أوحش منه عشان إزاي يعود سكتله إيه رأي حضرتك بالتقرير؟ التقرير طبعا لطيف جدا ويطلع منه كذا ملاحظة سريعا أول حاجة كان فيه شاب قال حد بيكتب حاجات في الدين وجهة نظر مختلف عن وجهة نظر إنه هو ده مش عندهش حتى تعريف كلمة وجهة نظر هي لازم تبقى مختلفة بالضبط ومعندهش حتة تبني نكتب كلمة أختلف معاك أنا أرى أن الحديث الفلاني كذا أو أرى كذا وشكرا وسلام عليكم يعني دي أية يعني دي يعني دي يعني دي أولي حاجات النصح يعني أنك تنصح تدي نصيحة حسنة حد برضو قال معلوم مهمة جدا في موضوع صفحات الرياضة كلهم عارزوا ويرى دي مشكلة كبيرة جدا خالي إنه واحد عنده 18 و19 و20 سنة بقى قد من صفحة فيها 3 مليون بالضبط 3 مليون زمالكاوي 2 مليون أهلاوي هيعمل إيه يعني هيعمل هيعمل إيه وهو متعصف مثلا بعد نديجة ماتش هو مش عارف إنه لما بيصخر من مروان أو من شيكا أو من أي حد ده بيخليه يعني هم فكر كده إنه هو كده نمتشه وعمل حاجة فدي كانت ملاحظة موضوع برضو الأخ اللي قال إنه يعني ملاحظة صغر سن الناس على الفيسبوك ومش مقراش القانون أصلا اللي هو قال إنه كان فيه حد بيقول فيديو فيه ألفاظ يا سيدي يعمل له إجنور ما تكملش الفيديو بتقفله وفر بقتك يعني طبعا إحنا مهمنا البقة قوي وعمل ريبورت يعني أنا ما عنديش مانع إن النوع أنت بقى من أنواعي المواجهة معيني ده برضو قصية شوية إن أنت تعمل ريبورتات لحد بيقول ألفاظ مش جيدة لكن تقعد تشتمه فأنت هيبان عندك ده وزي فيه أحد الجهور قال إنه هو بيدخل ساعات يعني يدخل برايفت كمان ونبدأ إن كان يعني وده بيحصل بيردوا أنا مرة حصل حصل إنه حد علق عندنا رد على حد في التعليقات ردوا على فدخل حد بإنه مفتكروا شجال معنا فدخل يقول هو شجال فينا أنا عايز تليفونه يا نهاري يعني ووصلنا عن طريق كذا حاجة يعني إحنا ما ردناش عليه انبوكس تكلمنا على الواتس أب بتاع الموقع إنت منين الخناء ليه جاية تتخاني يعني إنت وفر الطاقة دي في أي حاجة تانية الظهور السلبية دي وإنك تبقى عارف إن ده اسمه تنمر وإن أنت لو ما قلتوش كل المعظم من الناس اللي جيت له تاني يوم بالليل أو نفس اليوم بالليل وطوله إرجع وراء كده كنت هتكتب ده ويقولك لا لأنه فقا ما استفدش حاجة فيه طبعا زي ما قلنا المحترفين اللي عندهم فعلا عقد نفسية فبيطلعوها على الناس أو اللي داخل أسباب أو توجهات عايز يوجه حاجة معينة أو رأي عام معينة بشكر حضرتك جدا وفي النهاية أحب أشكر طبعا الأستاذ محمد عبد الرحمن على حضوره ومعانا حلقتنا خلصت لكن في النهاية مش حلاقية أفضل من كلمات طبعا عبد الرحمن الشرقوي اللي قال في القصيدة الكلمة نور وبعض الكلمات كبور بعض الكلمات قلعا شامخا يعتصم به النبل البشري الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي ياريك كلنا نعرف قيمة كلمتنا ومدى تأثيرها على الناس أشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من يحكي عدنا باي